خير عم نحاول نزبط الضوء بس ما عم ما باعرف عمي اللي وسام انه كل يوم بيعملوا تغييرات بالمتحف ياريد عملناها بالبستار ات تام ودود داون ذا مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية باسم الشخصي ونيابة عن زملائي في المركز العربي الامريكي للثقافة والفنون وفي المنتدى الثقافي في ديربون اود ان ارحب بكم الى هذه الامسيات الغنية هي واحدة من الامسيات التي ننظمها حضوريا او عبر الانترنت تهدف بالدرجة الاولى الى بناء جسر من التواصل الثقافي بيننا وبينكم من جهة وبيننا وبين عالمنا العربي من جهة اخرى علما اننا منذ انطلاقتنا في 20 نيسان ابريل 2017 نظمنا امسيات ادبية وشعرية وفكرية مباشرة من تسعة عشر بلدا عربيا وكذلك من استراليا وكندا وبريطانيا كما نسعى الى تحزيز حضور الثقافة العربية وانتشارها وتمتين ارتباط اجيالنا الشابة باللغة العربية حتى لا ننساها فننسى هويتنا ايها الاحبة امسيتنا اليوم تجسيد تمنى تسمعيني من ناحية حج تجسيد لصناعة الاحلام تجسيد لصناعة الاحلام واعتقد جازما ان اجمل الاحلام واكثرها قدرة على الثبات والتي تحمل في طياتها امكانات هائلة للتحقق هي الاحلام التي نصنعها وليس الاحلام التي تزورنا في عالم الغيب هي الاحلام التي نبنيها حجرا حجرا ونؤطرها بقلوبنا وارواحنا هي الاحلام التي نحميها برموش العين ونسعى لتحقيقها مهما بلغت التضحيات هل تعلمون كيف تنبني الاحلام؟ انظروا الى انفسكم انظروا الى من اتى الى هذه البلاد من اخر الدنيا حاملا على اكتافه همومه ومتاعبه وفي عقله وقلبه بذرة للحلم الجديد الحلم الذي عجز عن تحقيقه هناك او الذي لم تسمح له الظروف والامكانيات في الوطن الام بتحقيقه من جماليات هذه البلاد هنا انها تعطيك فرصا ذهبية لتحقيق ما تشاء من احلامك تريد ان تصل الى النجوم؟ فليكن هنا يمكنك ان تجعل هذا الحلم امرا واقعا امسيتنا ايها الاحبة عن صانعي الاحلام كيف حولوا احلامهم الصعبة الى حقيقة جميلة سيكون معنا سيدة جاءت من جنوب لبنان مثقلة بالامال والاحلام ثم كافحت طويلا حتى استطاعت ان تبني مؤسسة تعليمية رائدة كبرت ونضجت حتى بلغت من العمر 25 عاما هي مؤسسة حماد التعليمية سيكون معنا ايضا شاب امن برسالة التعليم وغاص بعيدا في اعماقها وراودته احلام كثيرة عن كيفية تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية لابناء جالياتنا وفتح افاق جديدة امامهم فكانت ذا نست الاذاعة والمركز المهني والتقني ايها الاحباء رحبوا معي للصعود الى المسرح بالسيدة نوالي حمادي والدكتور علي بازي تفضل تفضل حاجة من هنا تحت عنوان خمسة وعشرون عاما من التمييز التعليمي مؤسسة حماد التعليمية من البدايات الى The Nest 25 years of educational excellence and innovation HES from the cradle To the Nest في البداية سيحدثنا كل من ضيفين الكريمين ثم سيكون المجال مفتوحا امامكم لطرح اسئلتكم عليها على ان تكون مكتوبة للاستفادة من الوقت اولا مع السيدة نوالي حمادي هي ستحدثنا عن مسيرتها التعليمية عن تجربتها الرائدة في تحويل الحلم الى الحقيقة السيدة حمادي بدأت مسيرتها التعليمية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود انشأت مؤسسة حمادي التعليمية منذ ربع قرن استمرت في رئاستها والاشراف العام على مدارسها لمدة ثلاثة وعشرين سنة هي حاليا الرئيس الفخري التنفيذي للمؤسسة كما انشأت المؤسسة التعليمية الامريكية وهي مؤسسة غير ربعية قبل خمس وعشرين سنة ولا تزال ترأسها حتى الان هي عضو فاعل في الجالية العربية تلعب ادوارا بارزة في العديد من مؤسساتها تمتلك اكثر من ثلاثين عاما من الخبرة في القيادة في المؤسسات الخاصة والعامة والمنظمات غير الربحية تحمل شهادة الماسترز في القيادة التعليمية من جامعة ايست ميشيغان تابعت برنامج الدكتوراه في القيادة التعليمية تحمل شهادة في ادارة المدارس من ولاية ميشيغان وشهادة الاجازة في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة ديترويت ميرسي تابعت دراسة الماسترز في السياسات الدولية وادارة الاعمال حازت على العديد من الجوائز والاوسمة من مؤسسات رسمية وخاصة ومن عدد من الجامعات ابرزها ضمها الى قاعة الشهرة في مؤسسة المعهد الدولي شهادة التميز في التعليم من غرفة التجارة الامريكية اليمنية جائزة سيرة العرب الامريكيين للأعمال لسنة 2008 جائزة الشرف العليا من مدرسة التعليم النموذجي في الرياض بالمملكة العربية السعودية علما ان مؤسسة حماد التعليمية تقدم خدماتها لما يقرب من 3800 طالب في اربع اكاديميات هي ستار انترناشنال اكاديمي في ديربون هايتس ولها فرعون في كانتون يونيفيرسل اكاديمي في ديترويت يونيفيرسل لينن اكاديمي في وستلاند ونور اكاديمي في ستيرلينغ هايتس وقد تكون هذه الاكاديميات الوحيدة في ولاية ميشيغان التي جعلت من تعليم اللغة العربية مادة إلزامية وأدخلتها في صلب المنهاج التعليمي سيدة نوالح ميدي ستحدثنا عن بداية تجريباتها في إنشاء هذه المؤسسة 25 سنة من الخبرة التعليمية وماذا بعد تفضلي المنبر لك شكرا جزيلا أعذروني لو اللغة العربية شوي يعني مش تخصصي فحاول جهدي أنه أتكلم بفصاحة بس يعني أعذروني على الأخطاء القوالية أيها الضيوف الكرام أعضاء الجانية العربية الأمريكية والمنتدى الثقافي في ديربون والمسؤولين الرسميين في المنتدى بالأخص سعادة الدكتور السفير علي عجمي لدعوته لنا وعلى دعمه المستمر لمهمة مؤسستنا ومؤسسة حمادة التعليمية ورؤيتها أشكركم على تكريمنا بحضوركم أيها الحفظ الكريم السلام عليكم ورحمة الله بداية أود أن أتقدم منكم بجزيلة شكر على حضوركم لهذه الأمسية الحوار حول التربية والتعليم وبالأخص عن مدارسنا وأعتبره بالدرجة الأولى تكريما لرسالة التربية والتعليم واللغة العربية وتعزيز تراثنا وحضارتنا ومفاهيمنا الأخلاقية أتوجه بتقديم عرض مختصر عن تاريخ مؤسستنا والتغييرات التي مررنا بها والمنظور نتيجة التغييرات مع كلمة حول دور المدارس المستقلة وعن مدارسنا ومحصول الجهود الطويلة أرجو أن تستمتعوا بهذه المعلومات طبعاً زي ما تفضل الدكتور إنه هذا هو 25 سنة يعني 25 سنة في جهد وتأسيس وغير ذلك يعني من الصعب أن أعطي تاريخ بعشر دقائق يمكن يعني كتير حأختصر بس نظرة عامة بشكل عام يعني قبل ما نحكي على التغييرات لا تأخذوا فكرة بالضبط محور التأسيس ابتدأت الرحلة من سنة 1996 عندما كانت الـ charter school movement في بدايتها قدمنا طلب على مدارس ديترويت وكانت الرحلة يعني صعبة جداً جداً أخذت تقريباً سنتين خلال السنتين يعني قدمت طلب لأوكلاد ينورس دي أوكلاد ينورس دي كان محور الطلب هو التركيز على إعطاء ثقافي عالي وبنفس الوقت الحفاظ على اللغة العربية والعادات والتقاليد عشان يعني طبعاً طلابنا بـ Pre-K through 12 هيكونوا مستمرين بالحفاظ على اللغة العربية وهذا الأهالي اللي طبعاً يتوقعوا كانت الفكرة منطلقة من قوني أنا كأم أنا وزوجي عشنا في سعودية فترة كنا هوني بعدين رحنا في سعودية فلما رجعنا بنا نحط أولادنا بالمدارس حسينا أنه أولادنا يمكن حيفتقدوا اللغة العربية وحيضيعوا بها الشكل فكرنا ببرنامج أنه نبلش حتى يعني الجالية تكسب به الشيء والإميغريشن بلشت تزيد لذلك استدعى الأمر أنه نفكر بمشروع كنت بشتغل بمدارسة إسلامية وهيضا بعدين يعني مشكلة المدارسة يعني بتقدر تقدر حاجات للأهالي اللي موجودة طبعاً عندك المدارسة الحكومية الخاصة مدارسة الخاصة مدارسة الحكومية العامة والشارتر سكول موفمت اللي بخصة شارتر سكول موفمت ليش أنه يعني هايدي شارتر سكول مهمة جداً خاصة لجاريتنا مبدئياً إحنا كلنا مندفع درايب والشارتر سكول موفمت للمشاهدة طيب الشارتر سكول بيسمحو لكم بيسمحو لنا أنه إحنا نحط منهج خاص بنا حسب حاجاتنا والجاي بحال جي ماسي للحفاظ على لغتهم لغة الأم حتى يعلموها لأولادهم وغيرها فالفكراً أمبعت من هناك كأم يعني حسيت أنه كان لازم يكون في مدارسة يعني نقدر نحط لأولادنا فيها سوى نفترسة أدامنا الطلاب وفي 1998 أجانا موافقة على أول طلاب اللي هو كان هايسكوب أكادمي كان الاسم الأصلي لإستار إنترنتشن الى أكادمي بعدين علمنا أنه هايسكوب as patented we had to change so we changed it to star international academy سوى من بعدها يعني بشهر أجتنا الموافقة لإنفس السنة بنفس الوقت أنا ما أتوقعت يكون عندنا two charters الهدف كان طبعا أصلا أنه يكون عندنا charter وحدي وهدفي أنه يكون عندنا حوالي 125 طالب ويعني نمشي بالمسيرة ما أتوقعت يوم من الأيام يعني حتى كون أنا هوني على الميكروفون وأحكي على يعني بهالشكل شاسع على المدارس والنموذ الشاسع اللي حصل طبعا هايدي سببها أكيد النشاط الجهد التعب للتيم كان عندنا ستاف كتير كويسين وما زال طبعا إحنا يعني بعطي الكريت للسطاف لنجاح المدارس وبنفس الوقت التعب والجد الإنسان إذا بيريد أي شيء يبدو يطعب ويجدهد حتى يحصل عليه ما في شيء بيجي ببلاش هيكي سو بعد جهد مجهود يعني طبعا أثبتوا النجاح المدارس وهيدا كمان خلال الكومينيتي الجالية العربية توثق بمدارسنا ويحطوا أولاد منصار في توصى لتلبية حاجات الأهالي بالنسبة للسطار ابتدأت ب335 طالب سنة ألف وتسعامي واتمين وتسعين يونيفرسل أكاريمي ابتدأت كمان بنفس السنة مع بعض بنفس المبنى سنة ألف وتسعامي واتمين وتسعين طالب سطار كان عندهم كي ثرو سيكس موافقة من أوكلاند بس نفتحها للمراحل لما اجينا على الهي سكول أخذنا بس للسابع والثامن تحت اسم يونيفرسل أكاريمي أخذنا مبنى بلانيو بديترويد وابتدأنا المسيرة ومن هنا كان طلقت المدارس وصلنا لسنة ألفين وطقريبا ألفان وثلاثة ألفان اثنين ألفان وثلاثة نسبة الطلاب وصلت للستمية اللي بيعرف المبنى على الانيو حوالي 30 ألف سكور فوت المبنى أصبح ضيق جدا حتى الحيطان صار يجروا مننا اضطرنا طبعا نسعى إلى طلب مبنى واسع يتحمل العدد الكبير لحسن حضنا كان في المبنى الأحدى موجودين فيه بيديرون هايتس كان موجود بس يعني بده شغل كتير الحمد لله الله وفقنا أنه أخذنا المبنى ونقلنا ستار للمبنى هيدا هيدا تاريخ يعني ستار تاريخ ينفرسل بمختصر أول ما نقلنا الانرولمنت دابلد حتى الامبليمت دابلد سو الدمان كان مش معقولي ينفرسل كان يعني ستار كان غوي على ينفرسل ما بتقدر ينفرسل تتوصى سو لما نقلت ستار صار كل المبنى على ينفرسل بالتالي ينفرسل توصى صار ينفرسل عنده حاليا إبتدأ من تسعة وتسعين طالب وطالبي إلى هلا سبعمائة وسبعة عشر طالب أظن بينما ستار بلشوا بثلاثمائة وخمسة وتلاتين حاليا عنا فوق الالفين فوق الالفين طالب وطالبي ببري كي ثرو ١٢ سو توسعت المراحل الدراسية من كيني جارن للسادس إلى بري كي ثرو ١٢ وابتدأنا تخريج طلاب من ستار سنة ٢٠٤ وهلا يعني ألاف يعني فينا نقول فوق الألاف من الطلاب بيتخرجوا من ستار ويونيفرسل وإضافة إلى ذلك أنه في ديماند كتير وصعنا أضفنا مدرسة تالتي يونيفرسل لرننج أكاديمي بألفين واربعة تواجدت مبدئياً بدير منهاية سبعدين انتقلت إلى مبنى جديد في واسلاند كمان بري كي ثرو ١٢ من خرج طلاب من هناك لذا يعني كقاعدة أنه التوسع كيف يتوسع التوسع ما كان بناء على أنه إحنا محتاجين نعمل أكثر ولا يعني نزيد على الطلاب المسألة ما مسألة أعداده المسألة كان فعلاً الجالي بحاجة ماسية لهالمشروع وشايفين أنه إحنا منحافظ على طلابنا كنا نعتبر طلابنا وبعدنا منعتبر طلابنا أماني عنا ونهتم فيهن أكثر من نهتم بحياتنا شخصية هذا المبدأ يعني كان مشروع يعني قاسي جداً والحمد الله في نتيجة أصبح طلابنا طبعاً بيتخرجوا من مدرسنا بيتخرجوا من جامعات وحصلوا على وظائف كتير مميزة في مراحل في مجالات عمل مختلفة منها الطب من هالهندسي والتعليم والمحام القضاء فيه قضاء وفيه محامية وغيره ذلك عدد طلاب بشكل عام من المدارس كلهم طبعاً عنا أربع مدارس المدارس الرابعة كانت بستيرلينغ هايث بناءً على في أنه وجود جالي كبيري هناك بالنورث إيست طرينا نفتح مدارسي لتلبية طلب أن نلقي مدارسي هناك كان دائماً الأهالي همي اللي شجعونا نفتح مدارس بالمناطق المعينة سو بين المدارس الأربع عنا ما يزيد على 3700 وشوي تقريباً أنا حضرت كلمة دكتور عجمي بس بنفس الوقت عندي بس ما بعرفش قديش عندي وقت أحكي سو بنحكي على التغييرات شو هي التغييرات المهمة بمدارسنا طبعاً خلال 25 سنة ابتدأنا مرينا بعدة مراحل نلقي لحظة على الفترة الأولى البداية هي أصعب فترة أصعب فترة هي لما بتحط البناء التأسيس العواميد كيف نبدأ بالتعوان بعمل ناوت م regionally وريد أن يعد المنزمة نصبه وأعتقد أن يكون لخدم المقرب رأيته وبركي konkريب هذه أهم عامل بي تأسيس المدارس كانت من الوقت بما أني أنا كمان بحق التعليم والتربية كان في حوادث بأوكلاوما عفوا في طالب أجاء أوس على طلاب وغيره ما في سكورتي لذلك أصدقنا لأجدنا أن نجد أن الناس أجلنا لأننا لتحققنا بمساعدة لتأكيدنا لأننا لتأكيدنا بأننا لتأكيدنا في سكورتي لذلك الهالي طبعا يتوقعوا مننا أننا ممننا مش بس بتعليمهم أمننا بسحطهم بسلامتهم وكل شيء لذلك هذا العامل كان مهم جداً لذلك كل البنود اللي بتطلب من أن المدارس تكون مؤسسة فيها من ضمنها حتى إذا عندكم مثلا طلاب hearing impaired كان عندنا sound application system in every classroom هذا sound application system بيأكد على أنه كل طالب ينتبه إلى إداء المعلمة في الصف يعني بيصير تركيز أكتر يعني لها الدرجة وصلت يعني وصلت تدقيق في التأسيس التكنولوجيا كانت من أهم عوامل التأسيس كمان من أول الطريق مش من يعني الأخير هذه المرحلة الأولى طبعا بالمرحلة الأولى في التأسيس الواحد بيلاقي عدة مشاكل بس الحمد لله مضت على خير هذه أول خمس سنين لسبع سنين المرحلة الثانية كانت مرحلة اللي هي كنا وصلنا لدرجة انه اوكي بنا نعرف احنا where we're heading with all of this we did a strategic planning so every organization to be successful طبعا لازم يعملوا strategic planning حتى يعرفوا أهدافهم كيف عم تحصلها وكيف نتيجتها وولوين يعني يحطوا أهداف جديدي حتى وكماين يراعوا شو حاجيات الطلاب حاجيات الجلي حتى يعرفوا انه اتجاه ونكون اتجاه سليم so عملنا strategic planning ما كنا نعرف انه احنا we were one of the best in the country not in the state of michigan we had no clue we were working and working hard and serving students but then we discovered this through the data analysis they collected every data that we had and then they recognized us and they gave us the highest grant to replicate our system لما حصلنا على الجرانت لحتى يعني نحاول نوسع لن نخدم أكبر جالي والتركيز على الجاليات اللي جاي من الشر الأوسط مش بس بيولايات مشيقين حتى بيولايات تانية طلعنا أنا والتيم تعنا على أساس شو هدفنا احنا من مشروع ما كان هدفنا اعداد هدفنا انه فعلا نعطي من كل قلبنا ونخدم الطلاب والرجالي على أساس يكونوا يعني نشحين بحياتهم وبدراساتهم وكونوا موفقين so we declined the grant so we can focus more on the education and also on the students and the quality education so we did that and then شخصيا أنا بحب التغيير ما في يوم أو ما في سنة بتلاقونا إنه احنا نفس الأشي so الزمن بيغير كمان إذا الإنسان بياخد قاعدة وبدو يضل عليها ما بينجح سبب النجاح هو التغيير كمان فكنا دائما ندرس شو عم بيصير أشياء جديدة في المجتمع إن كان دخليا بالولايات بالمنطقة ولا بالولايات ولا عالميا كنا فعلا ننظر للآخرين شو فيه جديد وإحنا نطبق قبل ما حتى استيت تطلب أو تفرض علينا كنا احنا نطبق مسبقا لما يخدونا يعملونا قادة وكل هالشي بلاقونا إنه احنا عم نطبق إشياء يعني بعدها ما وردي عندهم يصيروا هني يطلبوها ويطبوها كمان هاي دي من إحدى العوامل اللي كانت دليل على نجاحنا إنه التغيير المستمر التكنولوجيا كنا كل صف من بداية الطريق نحط سمارت بورد سيستم والطلاب مدربين على اللابتاب لدينا عنا الإداريين موجودين وإثناءهم يعني they know our systems are one of the most advanced from the DETCO والتكنولوجيا عم تتغير فدائما باستمرار إحنا نغير بالتكنولوجيا الموجودة ما ننظل على الموجود والتوسع إنه دائما العدد الطلاب كترت كنا بالبداية ناخد تسجيل بشكل يدوي مثلا زي ما تقوله بعدين حتى الـ employment everybody has to sign in, sign out وهالإشياء الأعداد كترت صفة إحنا كان ملزمين إنه نغير نوعية التكنولوجيا أو نجيب systems باتحسن من سرعة المعاملات باتحسن من الـ budget that we had ابتدت بالصين حسب المعلومات اللي حصلنا عليها فإحنا ما نستط... دائما يعني في حالة يعني عمل مخطط مسبق ما نستنى لما الأحداث توصلنا وبعدين يعني ما نعرف شو بنا نسوي اجتماعت أنا والتكنولوجيا ديبارتمنت أهدف تايم مسبقا هادي من دون علم أي حدا من المعلمين أي حدا تاني الصين كانت عم بتسكر مدارسها وقتا اتفقت أنا وإياهون إنه نبلش نخطط ربما State of Michigan تسكر يوم ما لنا يوم ما سو ابتدأنا غيرنا البجت بدال ما نصرف البجت اللي هي أرادي مخطط لها البورد موافق عليها وكل إشي بلشنا نخطط البجت تتغيير بدال ما نصرفها هيك من نصرفها هيك نخطط على البرتعال virtual learning virtual curriculum virtual equipment virtual everything and providing training ونعمل experiment you know a pilot system or pilot program and Dr. Bazzi is aware of that I believe so هادي المرحلة بلشنا مسبقا وصلنا لدرجة أنه الگوvernor announced أنه the state of Michigan must close its schools and move into you know finding ways to connect with the students and teach them كنا احنا محضرين ارادي عاملين طلبات لللابتابس وعننا ارادي مخطط توزيع اللابتابس للمعالمين وكل إشي والحمد الله تم التنفيذ على هيدا الشي سو هادي يعني النقطة انه كيف احنا التغيرات منمر فيها من من بداية لبعدين كلها بسبب مخطط من قبل طبعا لجنات الموجودة عنا لجنات والمعلمين وغيرها اخد اراء الاخرين هيدا الشيء مهم وبعدين بالتالي التنفيذ اهم عشي التنفيذ واحد بيخطط بس التنفيذ هيدا من اهم الاشياء ويكون يعني حط اولوياته حسب الظروف وحسب البيئة وحسب الحاجيات so everything kind of this is the beauty of charter schools انه charter schools عندن الصلاحي يقدر ياخدو قرارات من دون براقرسي الزياد لتفيد الطلاب بشكل مباشر يعني التوقيت مهم كمان بينما احنا كنا جاهزين مدرس كتير كنا جاهزين مستعدة للكورونا فهونيك لانهم بدون ينطروا موافقة البرد وموافقة الدسترك وموافقة كذا وكذا ومصاري مشكلة وما بعرف شو الحمدلله يعني هالامور احنا يعني مسهلة من هالناحية decision making اسهل so هايدي المراحل اللي مرينا فيها التحديات طبعا بنسبة للكورونا نتائج الورتشول learning there are a lot of advantages طبعا احنا عتدنا على الورتشول مع المعلمين الهيئة التعلمية عتدت على هالشي وكانت بتسبب يعني راحة انه في بين الحياة الشخصية وبين الحياة العملية بس في عند الاشخاص تانيين حبوا يعني فقدوا الحياة الprofessional life انه يروحوا يطلعوا من البيت ويمارسوا عملهم من المكتب او من المدارس بس يعني القرارات كانت ما رجع لقلنا اساسا الولاي الgovernor هي كون انه القرار رجع لقلنا يعني سهل الامور علينا انه احنا نتعاون وان يعني نتابع الموضوع مع التدرسية اللي عندنا سو مع هيدا تم يعني تنفيذ وتسهيل التحويل من الورجوال اللي going back to school يعني الصعوبات ما عرفش اذا هلأ منحكي فيها ولا بعدين كان فيه صعوبات كتير طبعا الكورونا بعده منو خالصين منو لحن يعني حاليا احنا منعاني من هالشغلة بس ما بشكل كبير بس الحمدلله يعني الخبرة كانت كتير نجحة والسبب نجاحنا بشكل عام هي ثقة الاهالي فينا جهد الطلاب ما مننساه اهم شيء عنا جهد المعلمين والمعلمات والطاقم الاداري الحقيقة احنا نعتز فيهم من دونهم انا ما بكون موجودة ما فيني اقول ان انا نجاح هو نجاح جهدي انا بس انا تعب طبعا اجتهد بس بنفس الوقت اللي اجتهد اكتر واكتر اللي هني على المعلمين انا بشكر جميع المعلمين والمعلمات والاداريين اللي حاولوا معنا وساعدونا انو نقدي الواجب لنقصب ثقة الاهالي وبنفس الوقت يعني it takes the village to teach a child في ناس كتير behind the scene بيشتغلوا بيطعبوا يعني ما بيتميزوا اللي هني مثلا حتى the support staff even the janitors even the custodial staff هدي يعني اشخاص مهمين جدا بنجاح اي مؤسسي يمكن يعني ما نستقل من قيمة اي شخص بالمؤسسي اي مؤسسي ما بهم كل انسان لو مهمتو الو اتعابو الو جهدو وكل انسان مهم بنجاح المؤسسي ككل it takes the village to teach a child and that's a reality so with that i like to leave the microphone because i know we're limited on time and بشكركم شكرا جزيلا على حضوركم واسو انه يعني ترجمت كتير بالانكلية كمان شكرا شكرا بس حمادي الآن سنكون مع الدكتور علي بزي الدكتور علي بزي هو حاليا رئيس مؤسسة حماد التعليمي وهو المشرف العام على جميع مدارسها يعمل في المؤسسة منذ عام 2012 يحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات التعليمية من جامعة ميشيغان سنة 2022 تم اختياره ضمن مجموعة الاربعين من العرب الامريكيين تحت سن الاربعين سنة 2015 و2017 وصل الى المرحلة النهائية لجائزة افضل مدير والتي يتم منحها الى الاداريين الافضل اداء لدورهم ومساهمتهم في التعليم حصل على العديد من الجوائز والاوسمة تولى ادوارا قيادية تعليمية رئيسية ونجح في التنقل عبر البيئات التعليمية الديناميكية يتمتع بفهم عميق للتحديات والفرص التي تنتظرنا وكنتيجة لهذا الفهم ولد مؤخرا مشروع The Nest والذي افتتح رسميا في الثامن من الشهر الماضي والذي يضم اذاعة تعليمية تبث نصف برامجها باللغة العربية واعتقد يا دكتور علي I think it's the first educational school with Arabic background يعمل بها في هذه الاذاعة عدد من طلاب مدارس مؤسسة حمادة كما يضم مركز التعليم المهني والتقني ويتولى الادارة فيها حاليا السيدة جمانة حمادة Now we will be with دكتور بازي the man behind the nest all right so I'm going to do the exact opposite of what Dr. Ajami and Mrs. Hamadi did and speak in English because if I speak in Arabic I think they're going to shut us down and they'll never have this program again so I'm going to play it safe as Dr. Ajami said my name is Dr. Behzzi I am the superintendent of schools in charge of the schools the curriculum staffing students as well which as you can imagine now with close to almost 4,000 students 450 staff is a big task but I do have to say before we even get into it we have some of the best the best staff in the state of Michigan hands down from our principals all the way down thank you yes needs a round of applause so they make the job really really easy so specifically speaking to the Ness I know Mrs. Amadi went over the educational programs and that obviously continues but the greatest innovation that now after all of this after going through COVID after going through virtual learning coming back into the classroom what else can we provide public education we go to school every day we have books we have notebooks so does everyone else so what else can we do how can we improvise how can we innovate education for our community and so short story in a sense which I shared with the media at every opportunity that I had is the creation of the Ness was initially an idea it really was it was 3 a.m I'm staring at the ceiling just like every other superintendent in the state of Michigan right you get quiet that's the best time nobody's screaming at you nobody cursing at you so you have free peace of mind staring at the ceiling and ideas start to pop in right ask any superintendent in the state of Michigan when do you get your best ideas when everything is calm and so that night whether it was I was watching NBA and TNT I saw Shaq and Charles Barkley go at it you know on the podium broadcasting and just sitting there thinking how awesome would it be for our students to have that opportunity to broadcast live across the entire state name name one person that is a woman that wears a hijab that is an executive director for a broadcasting station in the state of Michigan I only know one and she's 17 years old 18 years old her name is Sarah Amin and she runs the nest literally every single day so giving those opportunities to our community we have now since the first grand opening which wasn't too long ago that night we had a special grand opening for the nest radio station it also houses our career technical education center and so at the station that night brought in 3,500 listeners in nearly an hour that is the entire city oh I shouldn't say the entire city but a quarter of the city listening in to your radio station that is run by students I swear to you run by students they are planning they are scheduling the music the Arabic music of course there's some oversight right we have Mrs. Amadi as she is our CTE director overseeing the entire program there there's some level of oversight to ensure the music they play is halal right we want to make sure they don't play anything that's inappropriate so every day so excited to come to school the excitement and I'm going to quote the teacher the first week of school this is coming directly from the teacher Dr. Bazzi I don't know what to do I'm just sitting here the kids literally went to the Chromebooks did their research did their recording wrote their speeches went into the control room recorded and the teacher is frozen because that's how engaged they are with this lesson something away from textbooks something away from a quiz from a test right imagine the skills they're learning working together as a team ethics I mean the quality of what they're putting out because if what they're putting out isn't worth anything is anybody going to listen to the radio station no so we have now partnered up with the city of dearborn heights every month if not weekly you're going to see the mayor you're going to see the chief of police the chief of the fire department city council coming in giving updates about the city and what's going on programs that are offered to the community you know one of the biggest thing is in sight of is it the right time for a CTE program for radio station right skyrocketed inflation skyrocketed our own community struggling for resources I think this is a great time to put this out why because communication is key specifically for our community that lacks that communication that don't know how to speak English that don't know where to go and who to go to for help the station provides that these kids are giving that information the city is giving that information to everyone so in terms of when they need help we also talk about and that's the radio station I mean I could sit here for days and talk about the radio station already it's only been a month since they've been live but the other part of it is the career technical education we have a program the certified nurse aide program where students in high school are coming into school in scrubs looking like nurses but they they're coming in every day learning vitals learning how to treat patients we just met with a henry ford hospital corwell health over at beaumont hospitals trying to partner up with them and taking our kids for their clinicals so not only do they spend the first four months in a practicum that we created for them as a career technical education center but starting January they're physically these are kids that are going to take care of all of us probably me first from the gray hairs and heart attacks but that opportunity right to give that to them for these kids so by the time they graduate from high school not only are they walking out with a diploma they're walking out with a certification a license in the state of Michigan to go and work I remember my job right out of high school six dollars an hour I thought I was rich I was working at a restaurant these kids are going to the hospital starting a career making between thirty and sixty dollars an hour right out of high school who needs college debt of course they can continue on and go to the universities and I'm sure there's scholarship opportunities if not from Coldwell Health or Henry Ford that allows kids to go and continue to get their RN or even MD but the foundation is there and so the future of education really lies between the CTEs and making and innovating I should say education and that's really where our schools are headed and right this is really just the early stages we're still in infancy between the next radio station between the CNA is really only a start and there's more to come and hopefully in the next couple years the CTE center without a doubt is going to double our waiting lists are off the numbers for the radio station and the CNA program we just don't have the capacity at this point it's not to say in the future there won't because obviously we'll continue to build on the program so we're excited for the future I know future is bright for these kids specifically in our community because we want them educated it's not enough of what we're doing we got to do it together you know Mrs. Amadi made the reference to it takes a village and it really really does but we have to provide those opportunities for them because if we don't we're right back where we started and that's at zero so 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 important future looks bright we're very excited and thank you so much and at this point open up questions thank you we'll have some questions if any of the audience would like to say any questions we're there Mrs. Hamadi 25 years if you wait to turn to back and turn would you start it again testing okay I would definitely do it again given I have the energy the only thing is I sacrificed many sleepless nights that's the only thing I would like to change but there's no way I could have done it without the sleepless nights it was well worth it seeing the success of our students and the difference they're making in the society makes me extremely proud and seeing when I see the parents in the hallways as I walk in the hallways and they're praying for me for having such an institution that is safe for their kids that is providing also quality education and we take them in our arms as if they are our kids I would do it over and over again thank you Dr. Bazzi how can you read the reaction of our community to the nest I mean the reaction has been outstanding right and opening day you have 3,500 people listening in you have people from all across the state calling emailing you wanting to partner up and utilize the radio station and listen this is my sincerest and clear answer the radio station is for students led by students and that's the heart and soul of that radio station but the community support I mean it's outstanding and so they've been broadcasting every day we're having visitors come in so it's a great opportunity and it's so far so good Ms. Hamadi do you think that HES helped in promoting and supporting the Arab American identity we tried and I believe it did and I hope we did so considering the fact that many of them are expanding on their language as well the Arabic language and they're proud of their cultural heritage incidentally we hold many activities and you were a part of some of those that makes our kids so proud of their cultural heritage and they know they have to give back to the community so definitely the continuity in maintaining the culture and the values is a big accomplishment as well how do you can you explain about the impact of the nest and HES in general on the youth of our community I mean from the standpoint of focusing in on the radio station again I mean building collaboration when do you see city hall coming down hey let's do a podcast together with the kids let's get it out to the community let's talk about safety let's talk about identity let's talk about community you look at the CTE program with the CNA class in reference to I'm leading to my future path and I'm only 16 17 years old right setting that mindset as young as possible I think is the key really for the future of the community and the future of that specific student as they get older throughout the year and go on to college it's not a secret we cannot hide it that there are a lot of challenges a lot of dangers to our community mainly to the youth what are you doing at HES to protect our youth from these dangers and from these challenges we can talk about the few actually the challenges that the entire community is facing the drug issue as an example for us we collaborate with access as an example and with experts we have a team of experts if there are any cases we are proactive we don't wait till the kids fall in the trap of things but sometimes they come to us from outside we don't know what we're admitting because we cannot discriminate in our admission process and if we encounter a case we definitely communicate with the parents directly we provide them with resources and support so they can proceed and seek we don't hide things from the parents that's very important the transparency with parents is key to the health and security and safety of the children so Dr. We have seen a lot of incidents happening in various schools concerning books and materials that are not maybe are not suitable with our community did you face such kind of things in our academies so we haven't we haven't faced directly any of those you know we the way we do things is basically on our stakeholders right what does our community want this we are a community school we're the school for here we're for the parents we're here for the kids we take a lot of feedback into consideration on what it is that we do how we do it that's why we have our family engagement nights which I'm sure you've taken part on plenty of them invite them in take a look come in be a part of your child's education knock on wood we haven't had those situations so far so good and listen we stick to what needs to be taught the English the language arts the math so we stick to that kids are having a great time our culture is very strong within the school community within our school parents as well so we're on the right track okay Ms. Hamari do you think that we have points of strength and points of defect in our community each of us as individuals we have strengths and opportunities opportunities means areas that we can always improve on that's on an individual basis and a community basis is definitely nothing is perfect so it's good to recognize the strengths and to recognize the opportunities and to work on them and not shy away from them and to continue to make improvements and be better and better and this is what helped our institution in the growth process the growth is not necessarily in numbers the growth is in enhancing the programs making them better and better we are not perfect either so we have areas we continue to improve on so I hope I answered your question Dr. Bazzi the technical school do you think it would work positively again we're still in its infancy this is his first year I mean the wait list is already between 100 and 200 kids wanting to get into the program once we have you know the hospital set in line for the second semester kids start to filter into the hospitals do their clinicals lead to employment right out of high school and the cycle starts over and over again kids are starting their I'm going overseas for a year taking a year off they stick to really their mindset and set their career path off right from the gate I want to add to what Dr. Benzi mentioned that the career training is not necessarily just for the career training and preparing the students even at the school level we do a lot of things to prepare our students for the future even from within our society so this is why you see partnerships with hospitals and so forth there's a heavy need and you don't start them too late you start them early on at the high school the CTE program could not have started any the timing of it is so perfect everybody is struggling for the shortages that they have in staffing our schools and across the nation and even internationally there's heavy shortage in teachers and we did a program also to train our staff who are not teachers who are not certified we brought in a certification program that is fully paid for and we have we are so proud to say we have you know we have in the tens more than 40 50 God knows more than that at least and they're teaching with us and before we didn't have these numbers and that's CTE program is the way to go not everybody is made to be a doctor and engineer so some of us are made for labor and you need the labor for everyday life so all these skills are necessary and the city is not necessary just for labor either it is leading them to a professional career and professional licenses thank you Miss Hamadi maybe the last question charter schools most of the people do not know that it's public school how can you explain what's the difference between a public school and a charter school both are public so they have things that they both share as descriptives so that's one thing they're both are publicly funded we receive state funding based on student count and based on the services supplemental services and so forth and the same with traditional schools where generally at the bottom of the list to receive funding for some of the grants while they get priority funding maybe because of their numbers or politics or whatever we don't know but at the same token the enrollment is also open enrollment we do have lotteries because we have limited facilities I'm not sure if traditional schools I don't think traditional schools can have lotteries because they keep expanding their buildings and their buildings are paid for our buildings come from our general budget their buildings come from the millage so they get much more funding than we do also the boards are elected in traditional schools our boards are appointed by the authorizer the charter schools are licensed by an authorizer the authorizer can be a university a college a school district so but the traditional schools are not licensed by by an authorizer so they're licensed directly by the state we are licensed by the state as well we have more levels of accountability than they do in the fact that we have to answer to our authorizer we have to answer to the state we have to answer to the local intermediate school district and here it's the Wayne County and Macomb we have to answer to the Macomb intermediate school district so we get audited incredible times unbelievable the amount of audits that we go through we go through financial audit the student enrollment audit we compliance audit we have a lot of reporting Jumana is Ms. Hamadi has been with us for a few years and you know same as Ms. Anjum and you know everybody who's here they are part they work hard in ensuring that we are in compliance that's part of the existence so these are some of the differences there's more of course one of the things there are misconceptions about charter schools and the fact that we are not accountable we spend money different ways and it's all money making that's all baloney because it's really it's a myth okay it's all driven by politics because charter schools were created for a reason there was a heavy need they give the parents the option so before if you live in the district you have no choice but to send your kids to the traditional school now with the charter schools we are not limited by a geographic area so parents have the option to choose a school for their kids so they are not treated unfairly or they don't have if they're not happy with the system that they're surrounded with they can go anywhere they want and it's free of charge that's the beauty of it and parents have a word they have a say we do a lot with family engagement a lot of communication parents are always welcome they are part of the team and you know I'm sure traditional schools are trying and working hard but we challenge them you know it's just good who's the winner when you are challenged it's the kids mainly the kids and we want the kids to be the winners and that's the whole goal the whole focus is really the kids the center of attention and of course our staff you treat the staff right then they're going to do the right job for you so thank you Dr. Bazzi also the last question the nest is a dream came true you are still so young below 40 and you put me out there thank you and you dreams should be huge what is the next dream I mean listen I don't think I should be worried about my dreams what I should be worried about is their dreams right what is it that they want again and that really comes through the interactions that we have with these kids and the beauty of charter schools is that we don't have 5,000 high school students right we have a good between 500 get to know the kids right and we have that collaboration you know Iman Hussein is here too she could speak on UA as well the interactions with these kids on a day to day basis hey I think we should do this I mean some of the ideas right like it's out there but you really couldn't do it but at least they had that chance to talk and so the more that we hear from them the better we can set their dreams forth again the nest was an idea you know it took an entire team to come together and put this for the kids the kids love it it's a stepping stone what's next I mean by the end of the year we're going to survey these kids what you think what else do you feel some are saying a potential mechanic shop right there's another entrepreneurship so we'll see what happens it obviously comes down to what it is that the kids want I have a dream for you and for Mr. Hamari I job right so I think we want to do extremely well with that and then if we really continue to excel we have the right team and the right whatever this could be who knows we did have I personally had a few discussions with some individuals who are professors and their goal was to have a university and we looked into it one of the issues the university takes a lot of planning and we don't want it to take away from what we have already so we leave that to the university instructors and or leaders perhaps they can expand on what we're doing and we would be happy to supply them with the students that we have thank you any final words no hey we're excited for the school year you know we had a strong start with the grand opening obviously all we're ready for the year I think there's going to be some challenges without a doubt obviously we have flu season coming around we're getting the information out to the parents we need kids to come to school every single day which we're doing a great job of by the end of the year we're going to be ready for a great ending to the 23 24 school year any final words actually I second what Dr. Bazzi said and I want to thank everybody who came here and I thank you Dr. Bazzi and we really appreciate the support and we hope that we can continue to partner with you to help you with your program thank you very much for being with us thanks to everyone here wasalamu alaikum wa rahmatullah